موسيقى 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 الفن الحسيني اليوم احنا وين بي من العالم شن اللي وصلنا خنقول من المسرح الحسيني ومن السينما الحسيني بما نرحبنا بحج قاسم نبدي بأبو يحي بالإجابة ايه نعم تقصد أستاذي العزيز أولا أسعد الله أيامكم بفرحة السيدة الزهراء وبهلاك عدو الله وندعمنا الله عز وجل بهذه المناسبة أن يعجل بفرج مولانا صاحب العصر والزمان سألت سؤالك عن شن اللي وصلناه من الفن الحسيني من الفن الحسيني كل من واختصاصه كشعر أنا اختصاصي ككتابة أبو المسرح باختصاصه وصل اللوحة أو عفون البرنامج اللي هو رسم المشهد وكذلك الفنان اللي رسام وصل صورته بأحسن صورة للعالم والحمد لله وشكر هاي الأمور يعني اللي جاي يصير عند وأكو ثقافة عالية في الجيل هذا ما شاء الله هذا موضوع الثقافة رح نطرق له هوايب هاي الحلقة حيموئية الثقافة اللي توصل احنا اليوم الفكر الحسيني بدا يوصل بأوسع فكر نعم والانفتاح اللي صار بعد الفين وثلاثة بدأ الفكر الحسيني يمتشر أكثر لكن احنا بالمحور الأول هو الفن الحسيني اليوم تعتقد أنه عندنا عدد كافي من الفنانين بهذا التخصص مثل ما عندنا عدد من الشعراء القضية أهل البيت وأيضا الرواديد أنا ما داخل بهاي القضية قضية الفن هل نروح لحد شي قاسم رايح لي هذه القضية داخل لها مشاهد المسرح احنا عندنا التشابيه يعني خافض لهم ولا أبخص حقهم أكيد لا إن شاء الله ما نظلم أحد احنا التشابيه عندنا هذا من الشعائر اللي موجودة من الأشياء اللي نطبقها بالزيارات لكن المسرح خلي نسميه المسرح الحسيني بالتحديد اليوم احنا وصلنا لمراحل جيدة بي بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله أيامكم وجعلها إن شاء الله كلها أفراح بهذه المناسبة العزيزة على قلوب شيعة أمير المؤمنين وبهلاك عدو الله وعدو آل محمد والله مثل ما يعني أشأ قل لك أنا ما عندنا اختصاص بالمسرح ولا مختلطين بهذه الاختصاصة كلما نقول اختصاصة مختلط بالشاعر وشاعر مختلط بالرادود فما عندنا مجال على المسرح لاني لاظر أن نتابع هذه القضية لكن أنا أقول لك يعني هسا نقول جوت التشابيه هي التشابيه هسا من تنظرها يعني بها تزديد يعني بها تزديد إلهي وإلا هواي ناس إجت أهل خبرة وأهل يعني لهم باعب هالفن من شافوه مثل عندنا تشابيه الحيدرية الله يعفظهم إن شاء الله الله يعفظهم إن شاء الله ويكربلها هيئة الحيدرية يعني من شافوهم يقول لعمي هذا العمل يراد ل يراد لمخرجين يراد لعمل شون صارت هالعمل هذا يعني بالفعل بيتزديد إلهي ونظر من الزهراء إن شاء الله إن شاء الله أنا تعمدت سألت هذا السؤال وأنا متأكد لو سألت كل الضيوف بحلقة اللي راح تجي إن شاء الله راح يكون نفس الإجابة اليوم عدنا تقصير بقضية المسرح الحسين اللي هو أصبح لغة يمكن عدنا فرقة واحدة عرضت بتونس مسرحية حسينية واحدة لكن مع الأسف نتمنى أنه من الأخوة المخرجين الفنانين اللي متواجدين بالساحة الفنية أنه يركزون على هذه القضية حجي قاسم خل نسمع منك البداية حتى بعدها ننتقل لي الشعر الشعبي هذا موالس شعر سيد سعد الذبحوي حسنت هو حسن هو إن شاء الله جفن المودة بكثر صب المدامع يا رب وظل بانتظار الفريد شابه لدربك يا رب يا كلب روح الصبور ويقول وعدك يا رب وصارت دروب الأميل صبخة وغدت ما حلاء إلا بظهورك أجل حزن وأبد ما حليه يمتح لال العمر يا رب قسم ما حليه أدعوك أدعوك عجل فريد موعد الغايب يا رب بزغ نورك يا بو صالح بزغ نورك يا بو صالح وباني وانت العالم إش يحصل وبيني ونريدك بالفرج تكشيف يا مولاي يا صاحب الزمان ونريدك بالفرج تكشيف وبانا وبانا عليك فاطمة الزهران زيتش يا صلوات من شوكت بديت بالقراءة الحسينية؟ القراءة الحسينية 93 آخر 93 يعني تقريب الشهر العاشر بال93 يعني مصطفى ما صاير سجاد ما صاير الله يوافقك بعدين رح نحكي عن المضايقات سجاد دريد البروفيو عشيتها عجة هالمرة أبو يحيب أنا هواي نحاز للشهر الشامي وكل الأشياء اللي لهرتباط والشهر الشامي السخاف يزعلون علينا أهل الفصيح بس هذا الصعوبة أنه أنت تقنع واحد بالطريقة اللي يتكلم بها بكلام جميل شل محضر للمناسبة؟ قبل لا أجي بالطريق يعني صارت بين البيئة وبين الطريق يعني صارت القصيدة كتبت فد كتبت فد لوحة سريعة يعني ما كل شيء لأهل البيت هو لأهل البيت يعني لما تقرأ على مديح لأي إمام من أهل البيت عليه السلام وبالتالي يخص المناسبة هذه عناية من السيدة مولاة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها فكتبت هذه المقطوعة أقول يا أم الرسالة وهيبة الرحمن يا أم الرسالة وهيبة الرحمن يا قرآن نازل من ظهر قرآن آمنت بولاك بعالم الأرواح ما واليت حتما أنا يا هتشان فاطم والاسم مختارة رب الكون فاطم كل من يحبك من لضى النيران يا كوثر محمد يا بتول الدين يا صديقة يا كبرى على النسوان يا صديقة يا كبرى على النسوان يا سبع المثاني وسورة التوحيد يا آية الشرف يا سورة الإنسان على لسان الدرر لو حكم من تحجين لذلك منك استلهم حكم لقمان كليم الله لو ما صاح يا زهراء ما شق البحر لا عصة ثعبان عيسة عيسة على الصليب ورادت تنجيه ووقفت حتى وي مريم بنت عمران فضلت على الرسل فضلت على الرسل والأنبياء فضلت على الرسل والأنبياء هواي وربوش كل شي ذاكرها بسور قرآن انتم الحسن سلطانة الألطاف انتم الحسن سلطانة الألطاف وانتم الحسين الحارب الطغيان يا أم العقيلة زينب الحوراء المنج ورثة هموم وغصص وحزان سلام الله عليك وعالجنين الطاح ولعنت ربك على فلان ويفلان عاية على السريع ايه والله تزديد ايه هذا توفيق يعني يمكن اكو شعراء يقعدون فترات طويلة ما يكتبون بهذه الطريقة ما اعلم القصيدة هي انكتبت وبساطة يعني حد من خابرنا سيد بها قالوا وين انت قتلان قريبا تبعدك تكتب ايه اكتب بها ما شاء الله بس هو هذا فلان وفلان اجاوبوا لأخي اجوز نوقافي تمت تقصدها الله يوافقك خلي نضيفكم بالحلويات شكرا رحمة الله احنا طبعا حتى المشاهدين احنا نضيفهم بس ما يأكلون لين اللي يأكل يصير عند اشكالية بالقراءة ممنون ما عليك منها ويهم نشوكي دخلت للشعر بصورة عامة او للشعر الحسيني حسنا ما نعرف انه هو كل الشعر يصب بنفس المواضيع الوجدانية وايضا الشعر الحسيني هو من الشعر الوجداني شوكي دخلت للشعر وشوكي تخصصت كشعر حسيني اني من ناسة حتى نعرفوا المشاهدين ما دعمتوا عندهم ترى هذا الزلمة تشبير بالعمر بس انبين اصغر مني وشاب وحليا وكذا بس هو ترى يعني زلمة تشبير اي قاعدة بلغ عليك واتكبرني حاجة يعني تكبرني بس ما اصبغ اي هاي نعمة توفيق اي اي من يا سنة انا الله عز وجل خلقني شاعر وشاعر حسين ما شاء الله يعني لا كتبت ما كتبت لا وجداني ولا الغزل ما بديت الا بديت بقصيدة للحسين صلى الله عليه ما شاء الله والذكر يعني جيت متأثرة بأحد الشعراء وخصوصا كان تأثري بالمرحوم كاب منظور الكربلاء رحمة الله على روحي وبعد الى استاذ آخر يعني تأثرت به كتبت بس سبع وتسعين يوم اصباح الهداية وكوكب الإيمان يا باب النجاة ورحمة الرحمن هيش اتذكرها اتذكر هذا المستهل وكتبت كثير يعني القصائد من وصعب القصيدة القصيدة المنصة لو القصيدة المنبرية طبعا المنبرية شنو السبب؟ المنبرية المنصة تختلف عن المنبرية لأنه المنصة إلك أنت اللي حر تتحكم بالقضية احتي يعني وربما تريد تعالج فد أمر كذا لكن المنبري صعب أنه تجي عن فكرة تجي عن موضوع تجي عن رواية لأن هذا المستمع خصوصا اللطمية المستمع يسمع من كانت قاعدية أو كانت لطم كانت نزال أو كانت يعني نقول مقدمة مجلس أو رئيسية قصيدة لهذه التسميات أنه هذا رح ياخذ شبه العقيدة من عدك هذا اللطم بالفعل ومن تقل العباس قال للسيدة زينب كذا هذا رح ياخذها بأنه أنت ما يدري بك جايبها من خيالك أو راسم صورة لسان حال خيال الشعر ضروري نتناقش حول الحج قاسم بهذا الموضوع طريقة اغتيارك وتعاملك مع الشعر يعني أكون خنقول خنقول بالنسبة إليك أنه أبيه المسعرة وشعر ثقة ممكن أخذ مننا قصيدة وأنا مغمض وصد على المنبر وقراها بأفكارها بكل شيء الآن نحن نعبر موضوع الطور أو اللحن اللي رح تسول هي لكن هناك واحد أنتم مغمض تأخذ مننا قصيدة منه محرج هو السؤال لا هي مو قصة محرج بس مغمض وآخذ مننا قصيدة يعني زحمة قصيدة لازم تراجح لازم تراجح لازم تراجح أقصد على اللي سولف به أبيهي وفتح لنا موضوع أنه الروايات اللي يعتمد عليها الشعر أو ثقافة الشعر نعم ممكن يوصل فهذا معلومة خاطئة بالقصيدة أنت منه تحس أنه هذا الشخص أو هذا الشعر أنت عندك يقين بعقيدته وبأفكار إن شاء الله كلهم يعني لأسمي إن شاء الله كلهم هل نعم في هذا السؤال نطيق سؤال أسهل أكثر شاعر متعاملوا أكثر شاعر السنة له كله على طول السنة يعني من بديت بال93 من بديت بديت الله يرحم عبدالخاتي الله يرحم المرحوم أبو سامي رحمة الله عليه الله يرحم وبديت بالمرحوم حسين عبدالهادي هكا بدايتي بعدين غسان عدنان القريشي أبو نواف بديت سيد كريم العرداوي من أخير تعبدت سابق له حاليا يعني خنقول على طول السنين على طول السنين على طول السنين لحد الآن أخذ من سيد كريم العرداوي أه تحياتنا والنعم والسن كرار حسين هم تعاملتوا يا والنعم موفقين إن شاء الله وبعدهم يعني ما شاء الله ما شاء الله من أتعاملتوا وكرار الشباب لعنشين كرار شايب يعني قصد كرار صار اسم مو شاب لكن خنقول أن الشباب شباب عندنا بقد مصطفى بقد السجاء نحن مثلا أنا خلنا خدمك عندنا إحنا أطراف الكربلة فأطرافنا اللي أقرب يعني أقرب بالصحة المالأبا عبدال العشر الأولى موفق إن شاء الله أخذت السنة اثنين قصريد شاب بعده ولد آن أخذت منه متعمد يعني بسبيلة سولة فالدعم شي علاء الطرفية تحياتنا يعني الله يحفظه عده فإن نفس حلو وشاعر بعده شاب هو وبدايته فإن نفس كل شي حلو عنده الله يوفقك إن شاء الله بس بعض الشعراء يعني شيء شيء قل ما قدر نحسي بوه يا حيامة كال لا لا سؤال لا لا موه أبو بيحية بالتالي لوما الشخص من الثقات ومن العقيدة لا أنا أدت لطفو يا بيحية لا الأب هو قل على قصيدة ليلة العباس أشوف ليلة العباس أنا معذور أنتو تعاركوا أنا معلي لا لا معذور إنه أنا أكو يدري بيها السيد أكو معجزة لكرامة من كرامات خليني سمعه نسمعه وبعدين نرجع نسمع القصيدة حبيب قلب نسمع القصة أول شيء القصة أنا الحد سادس يوم محرم ما كاتب شيء لا كاتب أجيل ما استمر بالكتابة بس عنده وجع عنده آلام هنا يعني بين المعدة كذا ما أدري شنو تعرف تدخين وشاي وسهر وتعب خبرنا أحد الشعراء قال لي الليلة لازم إحنا بالكوت رحت للكوت بس رحت هاي الطسة إذا أكو طسة بالسيارة تأذيك أنا ما أتحمل على عصابي قريت على المنصة بالكوت وقلت لنرجع ساحب الخمسة تقريباً بالستة الصبح رجعنا بعد ما أتحملت حصارت بعد مصباح سابع مصباح سابع بقيت الوجع ازداد بطنة صارفت يعني بحيث تجد ما يزيد الوجع أنا بطني تكبر يعني فرحت تكون مضمد ضربنا أوبرتين قال هاي ما المعدة وتهديك وكذا رجعت نفس الشي جانا واحد قال صرتك مشلوعة ما دو شنو هاي يسمونها ما كو شي يوم الثامن أنا لا بعد حتى ما قدر رحتي لا 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 رحت اتخذون الشزمة المستشفى زين العابدين دخلت تقريباً الساعة ستة الصبح يوم الثامن صارت شافون حالتي يعني تعبوانا كذا تحالي أشع حتى سونار وكذا هاي الأمور قالوا ننتظر الجراح أسارة شبيرة أي دكتورة قالتنا ننتظر الجراح سأنا أريد بس الوجع يهدئ تقريباً يمكن هاي المغذيات اللي براستول ستة مدر سبعة يخلوني فخابر أخوي قال فوراً تجي لبغداد قلت للا أتحمل بقيت للعصر مستشفى زين العابدين طلعت أجي أخوي من بغداد فبعدها رحت يوم التاسع حجز لي مع الدكتور الدكتور أحمد الساعد في بغداد بنفس منطقتنا هناك أول ما شافني دخلت عليه الساعة بالأربعة بيوم التاسع يعني ليلة العاشر دخلت عليه فحصنا وعدة سونار كذا كتب ممكن ما شاهي الهوياي الورقة مالته لحد اللي أنا محتفظ بيها قال فوراً عملية بدون أي تأخير حتى كتب بإنجليز والعربي حتى قال التوضيح فوراً مدينة الطب مدينة الطب معروفة ببغداد دخلت الإجراءات طولت تقريباً للعشرة بالليل قالوا يدخل الأروح متوجه للصالمة والعمليات قال بعد أكو تحليل مال الأملاح ماذا شنو يتكملونه ويدخل للصالة قلت له وبعد ما يدخل هنا من رجعت قلت له أعبد الله سلمتك روحي أنت بعد أعرب بيها عفتهم الدكتور قال هذا النصة عدنا راح تنفجر بطنه قلت له ما عليكم أنا بعد سلمت الحسين شنو الرأي دينك ولي العاش وراء خذ التكسي واحد رحت للبيت وجاي روح مون للبيت عفون جاي أخذ التكسي ثاني حتى أروح وين أجي لل كربلة الكربلة قلت حتى لو أموت أموت عندي الحسين هنا والدي خبرني قال كلمة لأ أذتني قلت له راجع لك رجعت للبيت أبو يقل لي ما يصير كذا لحد الساعة ثمتين بالليل يليح علي والدي يقل لي مش يروح أود يكسر مزدشفقة خل يسوي لك العملية للحسين صعد صعده أخوت يعني ولد أخوت جاي يرحون للحسينية ولو طولت القصة يرحون للتطبير وأنا بش شفت القامات أنا ما أتحمل أمام التطبير لا عالم ثاني فبش شفت القامات قلت لأ أبو عبد الله سوي للعملية الله ما أحد سل إيد لوة بطني سبحان الله أحس أنا هذا الألم كله ما أدر وين وين راح وين هذا الورام وين كده والنعم الله يوافقك إن شاء الله والنعم إن شاء الله الله يوافقك إن شاء الله تأكيد أهل البيت ما ينسون خدامه لا ما ينسون خلينا نغير جو بقصيدة فراحية ونرجع لك أي حج قاسم أحنا أكيد بركات أهل البيت مجديدة أهلين ولا بعيدين هم عن هذه الكرامات لخدمتهم وبالتالي إحنا متمسكين بهم إن شاء الله لآخر رمة وحمد الله على السلامة شنو اللي الأشياء اللي صارت وياك من كرامات البيت مثل ما سولف أبو يحي أو اللي لمستها إحنا أكيد ما نعيشين بهذه المدينة المقدسة وبهذا المجال بالتأكيد لمسنا هواي أشياء وصارت وياكنا هواي أشياء بس أنا شخصيا ممكن صارت وياك أحدثين غيرت حياتي وسولفتها سابقا لكن أكيد لمست هذه القضية بالحياة العامة خصوصا إحنا نعول على سماع من الناس اللي عاصروا القضية الحسينية قبل 2003 وثلاثة أكو هواي أمور ما وصلت للناس ما توثقت مئة من الكرامات إحنا واحد من الشياب سولف إننا قصة توسلت بي حتى صورها ما قبل يصورها يقل لي إذا صورها لازم يسولف للأسماء وراح أسب مشاكل لبعض اللي موجودين لما كانوا موالين للطرف الآخر فيابلت سولف أسماءهم قال لا لو أسولف أسماءهم لو ما أسولفه كانت قصة رائعة جدا واني مؤتمن أنه ما أسولفها لأن قال لي إذا سولف لازم تذكر أسماء الكرامات اللي صارت بذاك الوقت خصوصا لما كنتم ملاحقين باعتبار هذا الوسط وهذا الاختصاص ملاحق جدا يعني شوف ذاك الوقت منتشنا نخدم يعني إذا صار عدي مجلس مثلا بغير مكان تتهيئ السيارات أنا ما أصعدوا بس أصعدوا يعرفون أكون مجلس أروح قدامهم بنص الطريق وتسعد وأصعدوا فديوم جايين إحنا يعني أكون شخص من أتباع اللعين المقبور مهم بدون ذكر اسماء هذا يدور علي يعني دعم يدور علي فسبحان الله أبد أبد ما كمشني سبحان الله في يوم كان عدي مجلس ببيت أبو حيدر الكركوشي الله يوفقا إن شاء الله الله يوفقا إن شاء الله لحد لان أنا قرالهم يعني لحد لان ما ما من يا سنة بديت قرالهم يعني تقريب من السبعة وتسعين قرالهم ما شاء الله فأجيت وديت شيخ حمدي قلت شيخ حمدي أكو مجلس ببيت فاضل تروح تقرال أنا عالم ما أقرناك وأجيك قال أشلون قلت لا أروح طبعا بالمناسبة كان عاي في الجيش نقول كل هار هار أي هار من جيش فمن أجيت أنا رأس يعني كان دبل مطلوب قضية حسينية هم بالذات جاين علي رأسا الولد حمدي صاعد أنا أجيت والطريق بس وصلت سبحان الله اللي أخرني ما أدري شو يعني تأخرت في شيء من أبا عبد الله بعد ما أدري بحث من وصلت قال عوف المنطقة أو أطلع روح جاين عليك جاين عليك ففعلنا من طبن على ذات الولد قال لأين قاسم رأسا بالإسم وين قال لا ما عنده قاسم يقرأ قال اليوم يقول لأ قاسم يقرأ عندك أنا ما كم لقى قال لأ قاسم يقرأ عندك هنا فهذه وحدة الثاني عم مولد بحي الحر جاي نقرأ يعني جاي سنة عم تقريب 98 مولد أب الفضل عباس سلام الله بيت سادة يعني ماكو بس عفنا المولد قالوا تعال شربوا بهذا بيت شاي طبقه طبقه جماعة شاي ولو المولد كله لا 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 وعنا بقين بوعلهم ذاك البيت التاني موفقين إن شاء الله احنا بالتالي كراماتها للبيت مغربة عشبا أنا الإمام الحسين سلام الله ما قدر أفارق يعني إذا كلش بس بعض مراتي فارقنا عن الشغل العمل يعني يوم بيوم هج الله يوفقك الله شاهد لكن اليوم صار عدوك يعني تخربطه شوية مره ضليت بالبيت ما زرت العسين شمي يوم يعني يومين ثلاثة ما زرت العسين أنا عدي من أزور الأبا عبد الله أكل ركن ما للشبات أشبقه أشبقه لا أشب عجان أبا عبد الله بروية السلام الله سلام شبقني نفس الشبقة اللي أشبق الشبات الله الله يشهد عليه هذا هو قده نفس الشبقة اللي أشبق الشبات شبقه الشمني الله فقلت أنا ما زار صار يومين ثلاثة ما رايح لأبا عبد الله هو أجاني الله موفق إن شاء الله هذه العقيدة واليقين بالقضية الحسينية وصلتنا لمرحلة قد يعني أكو فد أديان أو ناس اللي بعيدين عن هذا المذهب ممكن ما يتخيل عاقلهم أنه إحنا عدنا عقيدة بالشفاء وبالتخلص من الأذى بهذا السبل وبهذه الطرق لكن حقيقة لما الناس لمسى هذا الموضوع هذه الملايين ما تبقى موالية يجوز وبالتالي عندنا هون شخص عبر التاريخ ما عدهم هاي الكرامات ما بقتلهم ناس موالية لا أنا عدي كرامة ما أريد أن أسأل فيها صارت بي لمس الأيد ما أقدر أسأل فيها وراء البرنامج أنا فضولي شوي هو هذا يدخلني لأيلام الفضول أي عوية نسمع لا تبخل علينا حتى لو مكاتب على المناسبة لكن نسمع للمعام الحجة صلى الله عليه القلب يصيح أبا الفضل أمام المناير والقبة أنا أخليكم بمكان تستمتعون بالقراءة ما أقل لك تعالوا فاتح البيبان بس فاتح قلب مشتاقي توسل ما أقل لك تعالوا فاتح البيبان بس فاتح قلب مشتاقي يتوسل ليالية ليالية وغلاتك ما تغمض العين شغمض وانا شاي الفرقتك مقتل يا كشخة زماني إقبال كل الناس دلين على دربك كل شي ما أندل والعباس ضايع والهجر ستشين يذبح نعلك يفو حتى ما أسأل يبسن العطش ما بيها ما يلقاع مربية نهر وعيون تتكحل بسالف تمنسول في ماكو كل رباط رباط السوال في بيدك وكل حل رباط السوال في بيدك وكل حل ما أدرش أقول لك وأنا خيمة شوق ونمرود الهجر بيش كثر يشعل سامع بالدلال وما عشت بي يوم تعال وبالكتان بجالك أتدلل يخنقني الهواء شيء أنت ما موجود وبغيرك تشذب ما أعرف أتغزل على ستشة هجر والعمر ريل يفوت وخيوط الفجر بعيونة تتهزل تانية تشكثر والشيب خلف شيب حتى رموش شابة والهجر طول ببستان الصبر عشت العمر فلاح أزرع بالصبر منت بتعد يذبل ببستان الصبر عشت العمر فلاح أزرع بالصبر منت بتعد يذبل شايل لك بقلبي يا بصالح شوق طفوا علقم وخيمة محنوتل طفوا علقم وخيمة محنوتل الله الله يبفقك إن شاء الله معكم حبيب قصيدة تحس إنه هي انظلمت لكن بعدها يعني هنقول تأخير سماحة للناس هو كان صاحب فضل على إنه الناس توصل للناس عفوا يعني تأخرت بالظهور لكن لما انظهرت بالوقت كان مناسب وقتها يعني قصيدة من اللي أنا كاتبين إيه أكيد أكيد قابل كاتب سجان الباوي قصيدة مو أكو منصة أكل لا لا نحن سؤال للمنبرية المنبرية أي قصيدة الكهف مكتوبة 2010 شوك تنقرأ كتبتها 2010 كتبها عفوا نقراها جليل سواها كليب 2018 يمكن له 2019 8-9 سنوات أخذت صداها وحجرهم طبعا هاي القصيدة هم أعتقد اللي تكفل القناة القناة كربلاء والعتب الحسينية هم اللي تكفلوا صار ليه جدا ضخم القصيدة من الكهف للطفية أيها السر العظيم أمكيت أصحاب الرقيم من الكهف للطفية تتوقع أنه لو ظاهرة بالألفين وعشرة متاخذ هذا الصدق اللي قدرت تنسى لا هو سجلوها الحد ألفين واثمعش تسجل بالأستوديو وتنظره سبحان الله ما تطلع القصيدة ما تطلع ما سجلت الحد ما جليل أبو محسن تحياتنا إلى الله يوفر يحضي مل جليل قرأ قصيدة أسألك الدعاية يا مهدي وقصيدة ما تذكر عنوانها يعني كبارت كبارت لا لا مو هنا واي اللي قرأت الله يوفق سأل الله الله يوفق فمن أجينا الكهف شافها قال هاي أقراها ما أدري بالتقريبا ورا أسبوعا كذا دزل القايد ما نحن يسمونه القايد قال لي اسمع اللحن شنو رأيك به قال له هاي الأيام تكمل تأخرت القصيدة ما نزلت ببداية محرم نزلت تقريبا قريب الأربعينية يعني بصفر اي لأنه كانوا تصوير وتأخر عندهم وكذا أجبك الكليب وحسيت أنه تعبك مرة حرامات لهو الكليب أنا شرف إلي أنه صورت أكثر اللقطات يعني عند الحسين صلاة الله إن شاء الله موفق إن شاء الله وانطوح حقها يعني صراحة أكيد الله يوفقك الله يحفظ عدك قصيدة تعمدت أنه تأخرها يالله تقراها يعني تحس أنه مو هذا محرم وقتها أقراها بمحرم الجاي مثلا خصوصا مثلا المحرم اللي صاد في كورونا ممكن نقول لا عدنا قصايد انكتبت لهذا الموضوع القصيدة حذرتها لكن القصيدة انكتبت بها كورونا والزيارة مثلا بأيام كورونا يعني وحنا هنا بكربلة راح ينزل عزة العزة ما ينزل راح نقرأ حتى تردد حتى تحضير ما حذرت فصار اتفاق ننزل بين يوم ويوم فعندي قصائل قديمة قريتي قريتي وخابرت لي منها منها لمت يعني وتوطونا ربع ساعة بالصحن تقري بالربع ساعة متلحك متلحك يعني يعني نسميها فتحة عزة يالله سحلوة ما لميت منها ايه وان شاء الله شعرانها هواي ايه من الشعران العدل عدل قديم ماكو كل طرع على الخفاجة تذكر قريتنا الخفاجة بالشطرة يعني مختطفات يعني ما تقدر ربع ساعة انتوك انتوك ربع ساعة بالصحن شعر الالتزام للرأي الصحي وعندي قصيدة اربع سنوات انا ما قاريها ايه هننا ندور على ذن ليش اربع سنوات كريم العردى وسبحان الله كل ما اطلحها وديها المجلس ما اقرأ ايه تالي العبدالله رضي قريتها بالصحن يعني ببكتها اخذ الصلاة ما شاء الله يعني ما توقع ما اقرأها بمجلس ترجع والله هاي صارت يعني ما شاء الله وقريتها هنا الحمد لله يعني توفقت احنا بعد عندنا وقت نسمع من كل شخص قصيدة وقصيتين خلي نسمع مننا قصيدة قصيدة لو ما هو القصيدة احنا مستمتعين وياكم انا بدي انه تبقى الحلقة شو تحبون احنا بخدمتكم اللي تحبه انت يحبك الله ان شاء الله اشكرك سجاد على هذا الدعاء سجاد يقول الله يوفقكم ان شاء الله جميعا جميعا ان شاء الله ايه اليوم جمعنا حب الامام المهدي ان شاء الله احج الله نسأل الله ان يعجل فرجة وسهل مخرج ان شاء الله واجعلنا من انصاره واعوانه ان شاء الله ونقول لسيدة اين استقرت بك النوى بل اي ارض انتقلك اوثرة ابي رضوة ام غيرها ام ذي طوى عزيزنا علي ان ارى الخلق ولا ترى الله دعاء الندب هذا يعني البلاغة بالكلام اعشق دعاء الندب الحمد لله التوفيق من الله كل جمع نقرأ مجموعة ونقرأ الحمد لله يا موعود يا موعود حبك جمعنا الليلة اي يا موعود يا موعود حبك جمعنا الليلة حتى لا اظلم الشاعر حساسية وراح لازم اردو سيزيد الفحام الله يوافق يا موعود يا موعود حبك جمعنا الليلة يا موعود يا موعود حبك جمعنا الليلة و الافراح و الافراح يلبهدي باسمك صاحت يا موعود يا موعود حبك جي معنا الليلة والأرواح والأرواح بلهفة غرامك طاحت يا موعود يا موعود حبك جي معنا الليلة والإجراح والإجراح مش فيه باسمك راحت يا موعود يا موعود حبك جي معنا الليلة يا موعود يا موعود حبك جي معنى الليل هالليلة يا محلاها وشموعك على قناها هالليلة يا محلاها وشموعك على قناها إلك يوم إلك يوم نطلب أمر تعجيلة يا موعود يا موعود حبك جمعنا الليل عشقناك عشقناك يا المهد يا والينا يا موعود حبك جمعنا الليل عرفناك عرفناك أنت الذي تحمينا يا موعود يا موعود حبك جمعنا الليل نطرناك نطرناك يومك يهل ليلة يا موعود يا موعود حبك جمعنا الليلة يا مهدي يا مولانا كل شيعتك فرحانا يا مهدي يا مولانا كل شيعتك فرحانا بعد والزهراء والزهراء فرحة وحامد خيلة الشعر زيد الفحام الله يوفقك وحسنت وحسنت إن شاء الله شعر زيد الفحام نحفون ظاهران كبارة وبيه يا شوار بيه من قد لك كبارة لا أنا زغير بكم أنا زغركم ممكن بالعمر اي لكن بالشأن انت إن شاء الله تشبيه الله يوفقك شلون تبدي تختار الشباب اللي يقرونوا إياك أكيد يقرونوا إياك شباب خنقول بالمواكب اللي تنزل أو بالعزة تختار لو خلصهم ما دولي أهل العزة ينزلون وياك نحنا تدري لما يكون وياك شاب ممكن الخطأ يسبب رباك مثلا أو الاختيار الخطأ ممكن يسبب رباك أو تنحسب على على هذا العزة وشوف تسمعهم قبل لا يقرون لعم الشاب لازم يدقى قصيدة وياك أو تفحصها يقرأ فتحة عزة يقرأ ختمة مسؤوليتك هاي طبعا لازم شيء قصيدة يشوف اللحن مالتة وذا بيأي شيء تتابع لازم تتابع سنتين صارت عدة دورة بالجامع الزامي اليمنى سمتها دورة الإمام الصادق يعني الحمد لله قلعوا الحمد لله رواديد من عندها وما شاء الله شباب وخير من الله سنتين أنا سنة على سنة بعد صار كارونا انقطعنا وهذا اللي صار إن شاء الله بعد نقدر نرجع لهذه التدريبات إن شاء الله إن شاء الله الله يوافقك ويحي شو أحسك ما لك لك تقرأ شهر اليوم آني لا بالعكر لا وانا ردى ثبت عليك إنه التكبران لا يلا نسمع من القصيدة الله يوافقك نحك بموضوع الشباب باعتبار أنت حلقة توصل بين الرواد والشباب لا حلقة توصل بين الرواد لا مهو صاحب تجربة حسا أكو أكو شاب لكنهو صاحب تجربة هو يمكن بدأ مبكر بالسبعة وتسعين يجوز أكو شباب هسا يقرون أصغر من سبعة وتسعين مواليد يعني ألفين أنت بدأوا يقرون خلي نسمع من القصيدة ونسؤال في موضوع الشباب القمر بن يهاشب سلام الله الإمام الحسين عليه السلام يقول أركب بنفسي أنت يا أخي أركب بنفسي يا أخ مهرك والماء مايك والنهر نهرك الله أركب بنفسي يا أخ مهرك والماء مايك والنهر نهرك أختصر كل شيء بكربلة ولكن ما أقدر أما أقدر العباس أختصرك أختصر كل شيء بكربلة ولكن ما أقدر العباس أختصرك كل جزء منك أكبر من الطفل يرات كمطف لو قصد كبرك من ترفعيدك للعرش توصل مو هس يا أعباس من زغرك من ترفعيدك للعرش توصل مو هس يا أعباس من زغرك أم البنين شانت تلولي وبمهدك تقوم وتدق صدرك تقل لك قمر تختاض ما تقبل تقل لك الكافل يبتسم ثغرك الله تقل لك الكافل يبتسم ثغرك من فدوة روح الذن ريشاتك وللخوذة يا أعباس والشعرك امشي على طولك والشمر خلل ما قابلك شي سولف بظهرك الخاتل ورا نخلش كثر خايف مخوفت حيل يشفوفك وسطرك من شاف ربع وجوههم طاحت خافوا على وجه وقرر يغدرك حتى السهم من خزرة عيونك امدنق إجا وما يقدر ينظرك حتى السهم من خزرة عيونك امدنق إجا وما يقدر ينظرك وداعت الجربة الأبد ما فرغت متروسة ماي ونهر من صدرك عباس كل ما تبعد انفاسي في صدره تقل وترجع انتظرك هذا بدور ارجع ورجع للهوء في صدري اختنق لو ما بالخيم عضرك عباس شو ما شوفان الرائع لا تقل لي هي وشفك بكترك عباس عباس صوتك يندهدركني مو مال يخلص عن نهر عمرك مو مال يخلص عن نهر عمرك حسنت الله يوافقك إن شاء الله خبيب أبي الحيا الشباب بحسنت مثل ما قال عج قاسم إن شاء الله تا يعني شاب لكن انت عندك تجربة وسبقت هواي من الشباب باللي موجودين و شيء ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين سنة صار ليقرأ وين شاب والله أنا اعترض بالتالي عندنا رواديد أصغر من عشرين له شعارها أصغر من عشرين أكو شاب حسيتم أن يقرأ أنه هذا راح يكون في مرتبة عالية بالقصيدة المنبرية أو قصيدة المنصة بالقضية الحسينية كشعر؟ أي أي موجودين شباب تقدر تذكر لي أسماء؟ أذكر أذكر أسماء أي هم مو بالساحة يعني حالياً يعني طيني ثلاث أسماء بما أنه بقعدنا ثلاث دقائق حتى أسماء حمي ثلاث أسماء حالياً مو بالساحة يعني مو مدخني بساحة ما قرأت لهم كم قصيدة لكن الكمل ليعتهم يكتبون منبرية أي الكمل ليعتهم والكتابة الليعتهم تحير خش تبهر يعني طيني ثلاثة مؤمل القائم مقداد الفاطمي بعد واحد أريد واحد من ينجيب لكم وذولا أكثر أكثر الله يوفقهم إن شاء الله وإن شاء الله بعد ما تحس أنهم اكتملوا وممكن يقعدون يحاورون بهذا الاسترخال اللي أنتم به أبواب قناة الأمام الحسين مفتوحة لهم الله يحرصك إن شاء الله حج قاسم قبل لا نختم ثنين شباب مروا عليك تحس أن من ذول رح يكون لهم شأن بموضوع القصادة الحسينية هناك شباب صار عندنا مسابقات من الشباب فقلت لهم هذا الولد رادود لبالكم عليه وقلت لجماعتنا شون اسمه عافوا يعني نقول هملو تركوه صارت مرتين ثلاثة عدة سال فقلت لهم مالله هذا الولد رادود نتركوه صارت مسابقة مالو وجيهن بالحسين ما شاء الله هسره الولد نجم ما شاء الله هل أقدر أعرف اسمه أو لا؟ ماهر ماهر والنعم 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 والله وإسم ثاني قد حس أنه هذا ممكن إذا طلع للإعلام ينجم يأخذ صدع شاب شاب نحنا نسؤلف بالشباب أحمد شاكر منين أحمد شاكر من المركز من كربل الله يوفقه هذا ما منطينا كل مجال لو نطينا مجال هذا يبرز وعنده طاقة حلوبة وصوت كلش حلو نحنا مثل ما قلت له ويحي المسعره باب قناة إمام الحسين مفتوح لكل خدمة إمام الحسين نعم باب الزاهية شباقة شباقة الله يوفقك هذه شهادة بالتالي نحنا الباب مفتوح لكل خدمة إمام الحسين بكل الأختصاصات نعم وإن شاء الله موجودين وبخدمتهم وإن شاء الله أهم سيد بهاب على صاحبكم ملات شامكم سجاد نختم يلا نختم إذن أنا هوايا سعيد بهذه الحلقة يمكن حتى نسيت أقول اسم برنامج قصاد وأفراح أنا سعيد بحج قاسم وحج أبو يحي إن شاء الله الله يرزقهم الحج إن شاء الله وإن شاء الله يرزقنا العام نوعي تروح للأمر صارت كورونا ما أدري المشكلة بي الجوازي إن شاء الله مشاهدين الكرام لتقيكم إن شاء الله باتشر وقبل لا نختم أشكر الضيفين على حضورهم وشرفتونا وإن شاء الله دائما وأبد أن أبوابنا مفتوح لكم وأنتوا أهل دار إن شاء الله بعيدا عن هذه المجاملة إن شاء الله الله يوفكم مشاهدين الكرام نلتقيكم بعض نفس المكان والزمان بنفس الأفراح إن شاء الله ونفس الحبكة الحسينية إلى ذلك نهي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة